أول خبر معنا بأوليام لكان صالون حلاقة اعتقال سورين أحلق أحرق مبنى تجاريا في النمسا للاحتيال على التأمين الموضوع ده يمكن مش المرة الأولى اللي يحدث فيها تم برضو في ألمانيا أنه كان بفعل فعل عشان يستغلوا الموضوع ده قراءتك للخبر زي ده يمثل ايه وتأثيره على الأشخاص اللي بيقوموا بأعمال تجارية وليس في نيتهم أي موضوع من موضوعات الاحتيال يعني بصراحة هذا الخبر صراحة تناولنا الأسبوع الماضي ولكن احنا كإنفوغرات يجعنا معلومات خاصة وحصرية بخصوص هذا الشيء لن نسمي احنا تواصل معنا عدة جهات عدة جهات بينهم عنصر نسائي وبينهم عنصر ذكوري أو رجالي رجالي وأكثر من شخص أسمعنا تسجيلات صوتية مسندة لهؤلاء الأشخاص تدينهم بالضبط يعني هؤلاء الشخصين السوريين شخص عمره 38 عام ويقال له أبو سقر وشخص عمره 18 عاماً نتحفظ عن ذكر اسمه طبعاً موجود عنا نحن صور لألهم موجود عنا صور لألهم لهؤلاء الأشخاص وقدموا اعتراف كامل وكانوا يريدون يعني الخيام بحفلة ما في الداخل هذا الصالون الحلاقة بصدد إحراقه وكانوا يريدون توريط عدد كبير من الأشخاص هؤلاء الأشخاص أيضاً يعني حسب المعلومات التي نتحفظ عن ذكر مصادرها بشكل كامل بسبب خطورة هؤلاء الأشخاص يديرون عصابة بشكل أو بآخر للتجارة في الممنوعات في المخدرات شيء من تحويل الأموال الغير مشروعة صراحة وسيلة الأموال يعني كما يقال يعني لربما في دعم الإرهاب الله أعلم هذا من مهمة السلطات النمساوية وأيضاً إضافة على ذلك أنهم كانوا يعني يديرون شيء من أحد أنواع الدعارة في نفس الوقت يعني على ما يبدو أننا نحن نقف أمام عصابة منظمة من السوريين يدركون بالضبط ما يقومون به وأرادوا إحراق المحل بسبب بسبب عندهم يعني خسائر مالية بدون يحتالوا على شركة التأمين فقاموا بهذا هذه الحيلة طبعاً السلطات النمساوية والشرطة النمساوية قامت بالكشف عن عدد يعني مواد الكلاب البوليسية اكتشفت مواد متفكرة يعني مش متفجرة تساعد على الإحراق صديقي وليس متفجرة متفجرة يعني دخلنا بإصد تانية تساعد على الحريق واجدوها في منزلهم وتدينهم فبالتالي في مكان الحادث الكلاب البوليسية خدد بعض العدوات يعملوا حفلة ما حفلة تخفز على كثير تفاصيل بسبب خطورة هذه المجموعة وحفاظها على سلامة من أبلغنا المعلومات به إشعال نار وبالتالي إحراق المحل وإحداث الكارثة التي حدثت والحمد لله أنه لم يصاب أحد بأذى بهذا اليوم تم إنقاذ عشرين شخص من هذا البناء الذي احترق يعني جزء كبير منه نعم بس طبعا احنا بدورنا بنستنكر مثل هذه الأعمال هذا تطرف هذا عنف هذا إرهاب هذا شو بدك تسميه هذا شو بيفرع عن المتشدد هاي اللي قابت بالتهجم على الزميل أدم كل واحد بطريقة هاي خونت هداك نفذ هدا أحرق الثاني ضرب الرابع طعم استادس يا سيدي يعني الأعمال اللي زي دي بتوسيق للجليات العربية الموجودة أو للجليات الموجودة على أرض النمسا بسبب الناس دي